أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميل وهو حي دائم باقي لا يموت أبدا بيده الخير إليه المصير وهو على كل شيء قدير أول بالابتداء وآخر بالانتهاء وهو ظاهر ليس فوقه شيء وهو باطن ليس دونه شيء وهو بكل شيء نعليم ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله شيد الأولين والآخرين أفضل أولاد بني آدم على الإطلاق ولا فخر أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر فاللهم صل وسلم وزد وبارث عليه ما دامت السماوات والأرض وعلى جميع إخواني من أنبياء ومرسلين ورضي الله عن صحابة كل نبي وأتباع كل نبي ومن اقتنب الأنبياء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وعلى شائر خلق الله وبعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الهاديث المتفق على صحته ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم فقال رجل من القوم إذا نكسره فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكسر هذا الحديث الشريف يدلنا على أننا نعيش مع الله دائما وأبدا في كل لحظة وفي كل طرفة عين علم الله بعلمه القديم أن الإنسان في هذه الدنيا يقابله ما يصره أحيانا أيضا يقابله ما يضره أحيانا أخرى وصدخ من قال لقد خلقنا الإنسان في كبد أي في مشقة فما منا إنسان نعيش إلا ويصادف في هذه الدار بعض من الكرب والهم إلى من يلجأ يلجأ إلى خالقه لأنه لا يكشف الضر الذي نزل بالخلق إلا الله عز وجل فمن هنا طلب الله سبحانه وتعالى أن ندعوه كثيرا ولا نمل ولا يقول أحدنا دعوت فلم يستجب لي كلا بل استجاب لك لأن الرسول حين قال هذا الحديث الشريف هو صادق ما على الأرض مسلم يدعو الله تبارك وتعالى بدعوة إلا آتاه الله إياه يعني حققها الله له أو صرف عنه من السوء مثلها ما هو مثلها أو أكثر منها من الدرى والعبد لا يشعر ولا يدري ما على الأرض مسلم يدعو الله سبحانه وتعالى دعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم فقال رجل من القوم إذا نستكسر فأيه وسلم الله أكثر يعني معناها أن العبد إذا أكثر من الدعاء وألح على الله سبحانه وتعالى بكسرة الدعاء كان الله أكثر منه كان الله أكثر منه إجابة آه إذا فالله أكثر فالدعاء مخ العبادة كما قيل أيضا جميع الأنبياء والمرسلين دعوا الله سبحانه وتعالى من هؤلاء سيدنا زكريا حين اشتاق إلى الدريات الصالحة وتمنى أن يمنى الله سبحانه وتعالى بالدريات الصالحة فقال كما حكاه القرآن الكريم لنا هناك دعا زكرياء ربه هناك دعا زكرياء ربه رب هبلي هناك دعا زكرياء ربه قال رب هبلي من لدنك ذرية طيبة إنك شميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحرام على الفور دعا الله فاستجاب الله دعاء وهكذا بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من الضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين فامتحنه الله سبحانه وتعالى بسلب أمواله وبفقد أولاده فصبر وفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى فمعد أن صبر الصبر الجميل الذي لا جزع بداخله ولا فزع من الله عليه بما هو أكثر مما كان عنده وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا هذا في صورة الأنبياء في صورة صاد رحمة منا إلى آخره فيا أيها المسلم ويا أيتها المسلمة لا تمل من الدعاء فإن الله سبحانه وتعالى مدخر لك ما طلبت وعليك أن تطيب مأكلك وملبسك ومشربك لأن من شروط الدعاء أن يأكل المسلم وكذا المسلمة من حلال لا ريب فيه ولا شك ولا سحد ولا ربا وما إلى ذلك من الأشياء التي حرم الله تناولها أن يطيب الإنسان مأكله ولهذا ذهب رجل ليؤدي فريضة الحج وكان بعض ماله من حرام فبيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حالته فقال أن يستجاب له أي فكيف يستجاب للمرء الذي ببطنه شيء من الحرام هذا مستحيل فعلى الإنسان أن يلقى إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين لا أقول في وقت الرخاء بل في وقت الرخاء والشدة والكرم ما لنا مولا سوى الله سبحانه وتعالى وفي القرآن الشريف في القرآن الكريم الذي أنزله الله على خير خلق الله ما يشير إلى ذلك بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم دعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين هذه الآية في صورة غافر أو سيدخلون جهنم خالدين بضم الياء فتح الخاء والخاء بما لم يسمى فاعله فهذه الآية وغيرها أيضا من آيات القرآن الكريم واسأل الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليم أيضا في صورة البخرة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاد فليستجيب لي وليؤمنوا بي لعلنا مرشدون عليك أيها المسلم أن تستجيب لنداء الله يستجيب الله لنداءك استجب لمدعاك الله إليه من العمل الصالح يستجب الله سبحانه وتعالى كبمحض فضل إلى ما طلبت ويحقق لك ما طلبت وفوقه وأنت لا تدري ولا تشعر لأن الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها والله سبحانه وتعالى يستكفر على ذاته المخدسة أن يمد العبد يديه أو إحداها إحداهما إلى الله سبحانه وتعالى طالبا منه إصلاح الحال والله سبحانه وتعالى لا يستجيب له هذا شيء المستحيل لأن الله قال ومن أوفى بعهده من الله ومن أوفى بأن يصدق حين يقول من الله لا أصدق من الله أحد ولا أسرع إجابة من الله سبحانه وتعالى أحد وحينما نرى أن الله سبحانه وتعالى قال في شأن أيوم وفي شأن زكريا وفي شأن يحيا وفي شأن سائر الأنبياء قال بعد ذكر الأنبياء والمرسلين وكذلك ننجي المؤمنين أي كذلك نستجيب لكل مسلم ومسلما كما استجبنا لسائر الأنبياء والمرسلين فالله سبحانه وتعالى يستجيب لنا نحن البشر نحن أولاد بني آدم ولكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما لم ندعو بإثم أو قطيعة رحم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وأقرب ما يكون العبد من ربه بين الأذان والإقامة وأقرب ما يكون العبد من ربه حين التوجد في الثلث الأخير من الليل ينزل الله سبحانه وتعالى فيقول هل من تائب فأتوب عليه ينزل الله برحمته إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل وينادي عباده هل من تائب فأتوب عليه هل من سائر فأعطيه هل هل حتى يطلع الفجع فهي فرصة أيها المسلم أياتها المسلمة بأن تدعو الله سبحانه وتعالى وتق تماما أنه لا يقضي حاجتك إلا الله سبحانه وتعالى فالقأ إلى ربك واطلب من ربك فإن الله سبحانه وتعالى يفرح بطلب عباده ويغضب أن يسأل المرء غير الله قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن إذا سألت فاسأل الله وإن استعنت فاستعن بالله إلى آخر الحديث فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص جميعا في القول والفعل والنية وأن يكشف عنا ما حل بنا من الهم والغم والقرب العظيم وأن يهدي أبنا أنا وكلنا إلى ما يحبه ويرضاه وأن يزيل عن الأمة الإسلامية بل عن العالم كله البراكين والزلزال والعواصف وأن يجعل الأرض طيبة صالحة لأن يعيش عليها أولاد بني آدم هذا وبالله عز وجل التوفيق والسداد ونترككم في رعاية الله وأمنه وحفظه وإلى لقاء آخر بإذن الله إذا كانت الحياة موجودة خادمكم الشيخ رفعة البستويسي إسماعيل من قرية الراهبين التابعة لمركز سمنود الداخل في محافظة الغربية الداخلة في جمهورية مصر المحروصة أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم بكل خير ويوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشكرا لمن قام بتوسيق هذه المقالة وشكرا لمن حثنا على أن نتكلم بين أيديكم إخواني المسلمين أخوات المسلمات وهو الشيخ أحمد القط ومن معه الشيخ محمد ونخبة من الشباب الصالحين هذا الله الجميع لما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته